السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناة The Best النهاردة هنستعرض معاكم كيفية كتابة البحث المدرسي المطلوب كنموذج إرشادي بمعنى أننا ممكن ناخد منه أفكار أو نعرف طريقة كتابة البحث في هذا الموضوع بيكون إزاي وكمان إزاي نملة آلب الوزارة الجاهز وليكن مثلا هنختار مع بعض موضوع الماء كموضوع البحث ففي البداية لازم بنحمل آلب الوزارة تمام ويتعالوا نشوفوا إزاي بنملة بمنتهى السهولة وطبعا مش عايزين ننسى أننا بنملة الآلب طبقا للإرشادات العامة اللي حددتها الوزارة وهي عدد الكلمات للملخص من 20 ل25 كلمة وعدد كلمات الموضوع من 200 ل250 كلمة وكذلك عدد الكلمات اللغة الإنجليزية من 8 إلى 10 كلمات وده عشان يتقبل البحث وناخد درجة مقبول إن شاء الله وليكن هنختار موضوع البحث الماء فلازم بنقرأ التعليمات لهذا الموضوع كويس جدا ونتكلم في البحث بتاعنا من خلال النقاط المطروحة في شرح موضوع البحث يعني ذكر أهمية الماء يبقى لازم أتكلم عن أهمية الماء كمان قال دورك فيه ترشيد استهلاك الماء وطلب كمان تصميم لافتة على شكل مستطيل للحفاظ على الماء مرة باللغة العربية ومرة باللغة الإنجليزية كمان طلب مننا إحنا نجيب محيط المستطيل وبالتالي لازم بنذكر أبعاد المستطيل يعني التول والعرض ونكتب القانون الخاص بمحيط المستطيل طيب إحنا نزلنا الآلب الخاص بموضوع الماء وده بيكون آلب جاهز للكتابة عليه والوزارة هي اللي نزلت الأوالب جاهزة لسهولة الكتابة عليها دلوقتي هنطبق مع بعض البحث كنموذج إرشادي وبكرر كلامي عشان محدش نقل الموضوع بالزبط كما هو تمام؟ كمان الموضوع منقول من الأستاذ عبداللطيف أستاذ اللغة العربية كتوضيح لكيفية كتابة البحث كمثال يعني مش أنا اللي كتبين أنا بس دوري معاكم دور يعني إرشادي يعني دوري كمعلمة أن أنا بأرشد أو أقول لكم البيانات أو المعلومات اللي بيها تقدروا تفهمهم وبأسلوبكم وبطريقتكم أنتوا هتكتبوا البحث تمام؟ في البداية طبعا هنلاقي في الآلب عنوان الموضوع وهنا بنكتب عنوان جذاب للموضوع البحث بتاعنا وليكن الماء سر الحياة تمام؟ بعدها حلاقي الاسم التعريفي وفيه بكتب كود الطالب اللي احنا طبعا جبناه من وزارة التربية والتعليم من خلال الرقم القومي للطالب المربع اللي بعده بيكون فيه مقدمة الموضوع أو الملخص وزي محددة الوزارة لازم يكون من 20 ل25 يعني مش أقل من 20 كلمة لكن ممكن يكون أكتر من 25 كلمة تمام؟ كمي سال في الموضوع بتاعنا ممكن نقول للماء أهمية كبيرة في حياتنا فبدون الماء لا يمكن أن تعيش الكائنات الحية سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات حتى الكائنات المائية لا يمكن أن تعيش بدون الماء طيب بعد كده في الآلب حنلاقي عناصر الموضوع وتحتها في مربعين المربعين دول ممكن نحط فيهم صور خاصة بموضوع الماء زي ما احنا شايفين قدامنا تمام؟ وبعد كده بنكتب الموضوع نفسه كمي سال أهمية الماء يعني الماء مصدر الحياة من مياهه بنشرب من مياهه بنروي الزرع وقد أنعم الله على مصر بنعمة عظيمة هي نهر النيل الذي هو مصدر الخير وقد قال الشاعر إسماعيل عبد العاطي في جمال نهر النيل نيل وبلادي ما أبهاها يجري الخير في دلتاها ونكمل النشيد يعني ممكن نستعين بأي نشيد إحنا نعرفه سواء كان في الكتاب المدرسي أو في أي مصدر تالي كمان ممكن نكمل الموضوع ونقول دورنا كمواطنين في ترشيد استهلاك الماء ودي برضو الجملة اللي كان مركز عليها في النقاط الأساسية لمحاور البحث يجب على كل إنسان المحافظة وترشيد الاستهلاك في المياه للحفاظ على نهر النيل ومن تلك سوري وفي تلك الطرق سأغلق السنبور مباشرة بعد غسل وجهي وغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد وعدم غسلها تحت السنبور مباشرة كما نمنع أنفسنا من رش الشوارع بالماء في فصل الصيف للحفاظ على الماء فقطرة ماء بتساوي حياة يبقى أنا كده كتبت الموضوع بتاعي في الصفحة دي في الآلب ده تمام كتبت فوق عناصر الموضوع حطيت صورتين للموضوع وكتبت الموضوع نفسه بعد كده حنكتب بقى اللافتة المطلوبة مننا باللغتين العربية والإنجليزية كمثال ممكن نقول لا تصرف في الماء ولو كنت على نهر جار نكتبها باللغة الإنجليزية حقول تمام يبقى أنا كده كتبت اللافتة باللغة العربية وترجمتها وكتبتها باللغة الإنجليزية بعد كده زين برضو ما طلب مني إن أنا أجيب له محيط اللافتة يبقى محيط اللافتة كانت عبارة عن مستطيل يبقى محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض في 2 كده أنا كتبت القانون وبعد كده بدي بقى طول افتراضي للطول والعرض يعني لو كان 10 يبقى 10 زائد 5 في 2 يبقى 15 في 2 بيساوي 30 سنتيمتر وده محيط المستطيل حلاقي بعد كده في الآلب الاستنتاج فبرضو ده لازم أكتب فيه حكتب بنستنتج من هذا البحث أهمية الماء الكبيرة في حياتنا وحياة جميع الكائنات الأخرى بعد كده مكتوب المصادر والمصادر بقى اللي هي البيانات اللي أنا جبت منها المعلومات بتاعت البحث دي يعني مثلا الكتاب المدرسي مثلا كتاب الأضواء كتاب سلاح التلميذ متصفح جوجل ممكن المكتبة الرقمية بنك المعرفة المصري أي مكان جبنا منه البيانات دي وبكده نبقى خلصنا البحث بمنتهى السهولة فاضل إن إحنا نسلمه للمدرسة وده بيكون بطريقتين زي ما اتفقنا قبل كده يا إما بطريقة الإلكترونية إن إحنا بنحول البحث ده من صيغة الورد إلى صيغة البي دي اف وبنرفعه على منصة ايدمودو أو بالطريقة العادية إن إحنا بنحول الورق دوات على سكانر وبنزله على فلاشة وبنروح نسلم الفلاشة يعني دي ليه المدرسة تمام؟ ويبقى إحنا كده سلمناه باليد أوكي؟ وبكده نبقى خلصنا مثال موضوع الماء يارب يكون الموضوع سهل بالنسبة لكم واضح ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الكتير من أولياء الأمور أو من الطلاب يستفيدوا ويعرفوا إن الموضوع سهل وبسيط ويبتدوا إنهم يفكروا وما يكتبوش نفس الكلام بالزبط لإن ما ننساش كلام الوزير إنه قال إن لو لقى بحسين متطابقين طبعاً هيعتبر ملغي أو غير مقبول تمام؟ بشكركم لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر